رجعنا لكم مرة تانية من مشاهد الحلوة بتاعة منطقة عين السيرة يمكن احنا دايما فيها اماكن كتيرة بنشوفها بس من برة او بالناس بتتكلم عليها بشكل لكن لما تشوف حقيقتها من جوا بتختلف الصورة دايما زي المشاهد اللي نشوفناها دايما دايما بالنسبة على عين السيرة لكن عمرنا ما بنشوف الحقيقة البحيرة دي فين او اي قصتها او اي اللي ورا على اي حال مكملين معاكم بعد المشاهد الجميلدة هنروح لموضوع تاني وبرضو هنروح لمبادرة هنقول شرابية بحتة رابطة اسمها رابطة الجيل الجديد بتقدم نموذج من نماذج العمل التطوعي في مصر معتمدة على المجموعة من شراب المصريين المتقفين الخارج ان هم يعملوا حاجة للبلد بالمجهود الذاتي وبدون الاعتماد على الاخرين وعندهم عدة اهداف منهم ان هم ازاي يعوضوا النقص اللي حاصل في المدارس خلينا نقول سواء كان النقص ده نقص الفكري او معلوماتي او حتى خلينا نقول استكمال دور التربية في المدارس وعندهم كمان مبادرات لاحياء الفنون عندهم كمان مبادرات لما يسمى بنايت سكولز او ازاي نقدر نخرج بافكار برا الصندوق عشان نقدر نطور من ذهن الاطفال وكمان من مستوى التعليم بشكل او باخر وعشان تقتقي بالسلوكيات وتحسن المهارات الشخصية بشكل عام للاطفال والشباب عن دور الرابطة دي وهي ازاي تكونت وايه دورها وازاي ناس ممكن تساهم فيها هيكون معنا في الحلقة الستاذ محمد علي رئيس رابطة في الجيل الجديد للعمل التطوعي براحب بك معنا اهلا بك يا فاندي وانا بحضرتك طبعا خلينا احنا سرنا بعض يعني انا هوندو محمد وحسام يعني اه يرجوش يعني فمحمد بص احنا قبل الهواء كانت انا ومحمد بنتكلم وكان بيقول على فكرة احنا مش بس في الرابطة بنهتم بالارتقاء بالسلوكيات وغير وغيره لا احنا عندنا كمان ابعد من كده احنا عندنا حلول لملفات كتيرة جدا التعليم والصحة وحتى كان بيقولي اللي انت كنت تتكلموا عن الاستثمار السياحي واحنا عندنا افكار ومش هتكلف الدولة حاجة ممكن نبدأ من النقطة دي الاول اول حاجة انا حابب باشكر حراركو جدا وحابب باشكر فريل الاعداد وفريل عامل كله عن الفرصة الجميلة دي بالعجس دورنا حاجة حابب نخش في الموضوع على طول احنا باختصار شديد الجيل الجديد وشايفين ان احنا باذن الله هو يعني اولادنا وشبابنا هم الحل الوحيد لحل مشاكل بلد كلها بصراحة شديرة جدا احنا شغالين بمبدأ ومفهوم وشعار اسمه شاعر وشارك وخليك ايجابي ده بيعتمد على اساس ان احنا لازم نشارك في كل حاجة بالنسبة مثلا لستثمار السياح حرارك مثلا اثرت الموضوع وكان موجود في الضيف اللي كان قبلية موجود بيتكلم احنا مثلا كنا في حديقة الاسماك وكنا في حديقة الحيوان مثلا طبعا دي اماكن حكومية احنا مش هنبنالش اعلان لحد طيب بره حريك عرفة مثلا برضو حركة الاسماك دي ما بتبقاش مجرد جنينة وكلا وخلاص وكلا لا طب ايه المشكلة لما يبقى فيه عروض للدولفين او عروض للحاجات اللي عندنا نجيب شوية التمسيح من بحيرة الانصر اللي احنا ما بنعملش بيهم حاجة نعمل بيهم مثلا عروض طيب ايه المشكلة طب عايزين نطور الجنية طب نعمل ايه طب احنا كل افكارنا بنحاول ازاي نمولها بتمويل ذاتي حتى حلول التعليم حلول الصحة كله ازاي جايبين افكار ازاي تمولها طب احنا ايه المشكلة لما نعمل جوا بلاتفورما او حاجة زي كده جوا الجنين دي ونأجرها للمطاعم بزبط وباختصار شديد جدا هتوفر فلوس كتيرة وفي نفس الوقت هتكمان الوجود حاجة زي كده جوا زي ما بنشوف اماكن كتيرة جدا يعني اي حديثة حيوانة على سبيل المثال في العالم يعني نقدر نقوم كمان بزبط يعني طيب فيه مثلا احنا طبعا هو الدولة متبرنية مشروع لهضبط الاهرام بس احنا بنتخيله الصراحة احنا كل الموضوع عندنا حلم واحنا على طول حليمين الصراحة وشايفين ان شاء الله المستقبل بتاعنا ده بأمر الله يعني ما كوش يزار طيب ماشي الهرام ده اين مشكلة ببقى فيه زي ما بنشوف بره كده ملاهي على الطراز الفرعوني يبقى فيه برضو بلادفورم يبقى فيه نوع من انواع يعني الترفيه الجديد والمرتبط بشكل الفرعوني الجميل بتاعنا صقافتنا الفرعونية الجميلة ده باختصار شديد ده مثلا ممكن لو احنا بنتكلم في حاجة زي كده وكل المشاريع دي طبعا هتنوول نفسها زيتين بالانشروطة اللي انت هتدخل عليها جديدة بالبرندات اللي هتيجي تشتغل فيها والاماكن اللي هتيجي تشتغل فيها طبعا هتنوول الامور زي دي بس احنا بقى الاساسي بس هي هتدفع كمان يعني احنا لو هنعمل بلاتفورم جوه جننت الحيوانات وعشان يدخل هو هيدفع لك كمان عشان يجوا متواجد مبلغ محترمة جدا هيدفع مبلغ محترمة جدا هيدفع مبلغ محترمة جدا دي حضرتك ده احنا كده انا بكلم معاك في سطور بس احنا الالي الجديد الافكار دي بتبقى مثلا انتو يعني بتحصلوا عليها ازاي هل تيجي مثلا برينستورميك بعض الاعضاء او اولا بكلم خاصة مع مثلا مع الجهات او عشان بده بتعرف مشاريعات دي دايما محتاجة درسات الجدوى يعني عشان يبقى الموضوع بشكل علمي بتعمله ايه بنشتغل احنا عليها يعني احنا مثلا الحمدلله بالحاول دايما اول احنا عندنا مبادرة اسمها يا راكتاب وحريك ده مصطلح اجنابي اسمه ريدا بوك انت اي حد برا لما بيعوزك تعرف اي حاجة فعندهم مصطلح طبعا شاعي جدا ريدا بوك ايه انت يا راكتاب ودلوقتي طبعا عندهم وسائل التعليمية بقى والمشاهدة والافلام الوسائقية يعني مثلا كنت برضه بتتكلموا على تدريب العاملين في قطاع السياحة مثلا ففي برامج موجودة برا جهزة واحنا الصراحة مش محتاجين اكتر من احنا نترجمها او ندبلجها ونبترين نعرضها للناس دي ده حتى من اول عامل احنا برضه من اهداف الجلي جديد تأهين المهني ده حاجة مهمة جدا عندنا تدريب كل العاملين خصوان في قطاع الاطفال انت حراك عارف ان برا المدرس ده بيبقى اختياره وقائم على قصص واختبارات كتير جدا ومشارات كتير جدا انتو في فئة عمرية معينة بتشغلينا احنا شغلينا من 8 ل 88 سنة 88 سنة اي يعني احنا ما عندناش اي مشكلة ان يبقى عندنا ففين شغل الشاب الدائم اه 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 احنا ما فيه احنا مسلا عندنا مسلا الفنان التشكيلي مسلا فيها اللي هو بيجينا بيعلم الولاد الرسم اه ما اكيد برضه لازم نجبلهم قوامات والناس اللي بتعلم الولاد المزيكة بيبقوا قوامات كبيرة فاحنا بنعتبرهم متطوعين معنا فدي دي فئة عمري حتى دي فئة بتاع ديزني اه مو ماني يعني اني بتتعامل مع الجيل بشكل عام من 88 طبعا انا حابة بدى حضرتك فكرة سريعة عن الجيل الجديد الجيل الجديد عبارة عن سبع اهداف رئيسية هي اول حاجة فيهم القضاء على ظاهرة الاطفال بلا مقوى احنا مش حابين خالص نشوف في مصر اطفال بلا مقوى او متهاربين من التعليم وبتالينا نعمل جهود في مدرسة مصر التحدي للدكتور اماني هو لمداريتها وهي برضو متبرعة وما بتقبلش تبرعات كمان وبتري تحتوي الاطفال دول وان بنعلمهم باسلوب جديد كمان احنا طبعا بالنادي انا مستفشر خير جدا بدكتور طريق شاوق وزير التربية والتعليم الجديد وحقيقي انا متأكد ان هو الافكار دي موجودة بس احنا هو محتاج اللي يساعدني انا هو لو عايز يلغي السنوية العامة يعني دي الاهالي محتاج ان هي طبعا تساعده بس هيقفلوا ناس طبعا المستفدين من الدروس الطاير طب احنا عندنا حل في ديئتين مش هيكلف الدولة اي حاجة هو مجرد قرار النايت سكول المدرس لو استخدمت بالليل انا هقول حالك مثال عن طريق دولة كوريا الجنوبية اللي هي الدولة لقم واحد في التعليم على مستوى في 2016 عندها اليوم الدراسي من الساعة 10 وصباحا لغاية 19 مساء فطبعا انا المدرس بتاعي انا طبعا المدرسين كلهم بيشتغلوا بالليل وبينزلوا عشان يحسنوا من دخلهم وده حق مشروع ليهم طيب انا ليه ما خلش الحاجة زي كده تحت اشرافي وتحت رؤيتي كمان مثلا عندي شاب عايز يدي كورسات انجليش مثلا اللي ما اتضرورش فصل في المدرسة عندي برنا طبعا حريك عالف ان زي ما قدتلنا من شوية تأهين المهنة لو فيه مجرار او حداد او اي حد اقولك ليه عشان عالبي بالاختصار عندي اهروتين عشان تعمل ده روح حتى تتصريح من ادارات التعليمية ادارات التعليمية اقولك بس نرجع للبزارة احنا لازم نتلعبر برشان احنا دايما بنحاول نحط حلول كده مرتبطة احنا دايما بنحاول نحط حلول كده مرتبطة مشكلة الاشغالات دايما المدارس بتبقى وسط الاحياء السكنية ايه صحيح اصوار المدارس دي ليه ما تستخدمش وتتعامل فيها بدل ما نعملهم اسوق بعيدة فييجوا يقولك لا ده السوق ده بعيد احنا مش هنقدر نستخدمه مفيش اي مشكلة خلص مش هتأنشطة معينة مش هتأنشطة معينة ما هي الدنيا زحمة لحدها يا الدنيا زحمة لحدها صور المدرسة نعمل فيه زي اكشاك او حاجات زي كده تشتغل في انشطة معينة انحددها تكون خاصة بالكتب مكتبها حتى لو وليت الامر او الام الطفل جاية فممكن حتى لو فيه عايزة تشتري حاجة من حاجات تبقى انشطة طبعا لا تعمل ضوضاء ولا تبقى حاجة زي كده وعندنا موجودة احنا نستغلون في عمل جداريات فنية جافية هو ايه احنا بقى احنا جايين نتكلم في الحلم احنا صراحة النهار ده الصفحة فاحنا جايين نتكلم في الحلم التفاصيل دي كلها احنا مستعدين لناقشها ونلاقا الليها حلول يعني احنا عندنا حلول دي يعني دي دي بس الفكرة كويش الفكرة موجودة اليوم الدراسي ليه ما يبقاش ليه ما يتأخرش ساعب بما ان كل الناس بتيجي في اول ترم من هنا او من هنا يجي يقولك يا ده يا ساتر يا رب ده النهار ده المدارس فهي المشكلة لما اليوم الدراسي يبدأ من الساعة تسعة وعشر زي اي ده ولا في العالم الوما بيحسبوها بجانب النفس طبعا كلنا كان عندنا ازمة الصحيان بدل المدرسة لحد دلوقتي احنا عند دلوقتي ونحدد دلوقتي فهما جوم قالوا احنا ليه ما نسمعش لولادنا ونشوف نفسيا احنا ازاي نتعمل معهم طب ده كمان دليل ده هيفيد بقى فيك حاجات كتيرة جدا بتأخير اليوم الدراسي ده هيساعد الام اللي هي بتبقى يعني زي ما بنقول كده بالبلدي مستربعه عايزة هو انا معاك انت تقدم ممكن فعلا علشان حتى الزحمة والكلام ده كله وفي نفس الوقت بتقلل ساعات اليوم الدراسي انا مش فاهمة ليه برضو طويل كده يعني التعليم اصبح شيء احنا بنكرهه انت لازم تحبب الناس التعلم مش يعني الموضوع صعب بس انا عايزة اسألك حاجة وده ضمن برضو اللي انت بتتكلم فيه انت بتحاول تغير فكر الى حد ما او اداء موجود بس ما روحناش بقى للسلوكيات ازاي نقدر نغير سلوكيات هذه الاساس الاساس احنا حضرك السلوكيات هقولك باختصار شريب جدا كل انشاطتنا هدفها تنمية السلوك واحنا ههدر حضرك المثال انا حب الامثلة دايما انا لما ابني روح المكتبة انا بادعو كل اوليان امور لو سمحتوا يعني وفاروا فلوسوا الدروس الخصوصية وده ولادكم مكتبة وده ابنك قصر الثقافة خليه يشارك في لعبة رياضية في نادي وده دور عبادة يتعلم فيها قرآن يتعلم فيها دين يتعلم فيها ايا كان ايه طيب ده كل ده بيعمل ايه ده كل ده بيحسن سلوكه بالتدريج من غير ما هو بيشعر هو لما هيروح المكتبة هيكتسب صدقات جديدة هيعرف ناس يمكن افكارهم كويسة فيبتدي على الاقل لو هو منجزب في محيط مدرسته او في محيط المنطقة او الشارع عنده منجزب الاصدقاء كده هيعرف لا اصدقاء تاني متحمسين انه هما يتعلموا انجليش وكمبيوتر يعني ايه زي كده احنا المكاتب اللي هي الحكومية كلها بتقدم انشطة للأسف وهي المكاتب مهجورة يعني المكتبة يبقى فيها معامل كمبيوتر وبيستخدمه ثلاثة والله عزيلاك ينكي في حتة المكتبات دي تحديدا اصلا انا منجيلة رب انا كنت وروح للمكتبات العامة عندنا حصة المكتبة في المدرسة كمان وحتى المكتبات العامة انا كنت وطلع معهم رحلات احيانا زمان وكان بي اوالله يعملك مسابقة تلخيص الكتب اكتر حد يلخص كتب كلنا بتدينا بالكوميكس بوك كنت اشارك فيها دايما انت عفت تشوف حاجات دي اصلا بس انت دلوقتي واضح من كلامك ان انت عندك ذكريات سعيدة مع حاجة زي كتب اوالله وعندك كمان واضح جدا كمان ده مؤثرة على فكسيته بالضب ما احنا لو مكنناش اكيد والله لست عني تقفيل محلي لا لا بس دي حاجة اكيد طبعا سهلة في تكون شخصياتي حتى من غير مقاشرة احنا بقى بنعمل بقى حاجة جديدة شوية بنعمل حاجة جديدة شوية نفسنا القيم والاخلاق والسلوك يبقى فيما تسمعها قيم نفسنا يبقى فيما تسمعها معرفة احنا بننشر حب المعرفة احنا بقى بالنسبة المكاتب عندنا مبادرة ايه راكتاب دي ايه راكتاب دي قائمة على نشر حب المعرفة نفسه يعني انا بيجي للولاد بعمل معهم ايه بفرجهم على الاختراعات الحديثة هما طبعا كلهم مبهورين بالهيرز بتوع برة والأبطال الخارقين وكده فبرة هما كانوا بيعملوا حاجة زي كان حاب يبدي مثال بسيط يعني الكارتون كارتون مستخدموهم في التعليم بالضبط كارتون زي كارت الماجد حرك من جنة طبعا احنا قولنا كارت الماجد ده طيب كارت الماجد ده كان ليه هدف من اليابان كان ليه هدف من اليابان وراه جبار جدا هما كانوا كذبوا تنظيم مكاس العالم 2002 فجوم هما ما كانت شكورة دي عندهم اصلا اللعبة ولا حد بيلعبها فالكارتون ده خلى ليابان النهارده رقم 8 في تصنيف الفيفا خلى كل الولاد طبعا احصل انا الولاد انا مثلا برضو مع عمري ما اقول للولاد روح المكتبة ما ينفعش لازم انا اخده من ايده ومش ما سيبهوش هناك لا ده انا لازم حببه في المكان ابتدي اعرفه على الولاد ابتدي اقوله ده احنا في المكتبة احنا بنرسم احنا بنعمل مصرح عرايس احنا بنعمل النهارده بنزرع النهارده هنطلع لننظف قدام الشارع او النهارده جاي يضيف فنين احنا عندنا اربع الانشاطة دي كلها دي كلها بتستخدم في المدارس احنا حابين ننقلها بتنصير شوية احنا ازاي استخدم انا برضو حايفب جدا احنا لازم نخش في العالم كله خلاص راح كده احنا لازم نبدأ من حيث انتقال اقارو عندنا مشروع الايباد في المدارس وحطوا ميزانية دي ادي كده هو او الايباد مصري ممكن الايباد يتبدل بالسمارت بورد لو سمحتوه يعني بس السمارت بورد هتبقى ارخص بكتير لانه هتبقى واحدة في كل فصل تمام لازم ما نفصلش الولد عن التكنولوجيا اللي هو بيشوفها بره يخصش جوه يشوف تباشير ليه السمارت بورد بالتحديد لانها بتدي المدارس نفسه مساعدة بتخليه يقدر يستخدم الصورة في الشرح بتخليه يقدر يستخدم الفيديو في الشرح فده بيكون ليه تأثير انا جربته على الولاد بتشوف زي ما بيقول كده الاسبهلال يعني بالعاقة لهم طبعا انت لو ما انت هم يعني عشان فعلا تاخد تفتح علوم دي وتنميها وتحط فيها بقى السلوك والقيمة والكلام ده كله لازم اول حاجة تحببهم في التعليم تحببهم في المعرفة تحببهم في النوم اه بس يا محمد الكلام ده ده كلام زي ما بتقول انت بتحب تحلم احنا كلنا نفسنا طبقتوا فين؟ في المدارس الخاصة ولا في المدارس العامة طبقتوا مع مين؟ يعني المدرسين اصلا هم جاهزين ان هم يبقى عندهم الفكرة انت بتتكلم فيه لان دي كارثة تانية لا اقول حاليك في كل مدرسة زي ما فيه مدرس وحش فيه مدرس كويس ده في اي حاجة في الدنيا وحابب اوجه رسالة لكل مدرس في مصر لو بيسمعني يا ريت لو سمحت ركز معي هقولك جملة واحدة بس انت جاهزتك الحقيقة مش الفلوس انت عايزك تتخيل نفسك كمان عشرين سنة لما يقابلك شاب انت مش فاكره يقف يبوص ايدك ويبوص راسك ويقولك انت ليك فضل علي انت مش هتبقى فاكر لكن هو هيبقى فاكرك لان انت هتبقى أسر فيه كل واحد فينا جوا عنده المدرس اللي بيتدايق منه وعنده المدرس اللي هو يعني فيه ناس حدوقتي فعلا فكراهم فيه مدرسين بتساهم بشكل كبير جدا في تكوين عقد وفيه مدرسين بيدوك الحلم سؤالكن سنينه اللي اول ما كنا بنشوف طفل زي ما كنا بنقوله انت نفسك تطلع ايه حبيبي طيب ماشي ما نفسك تطلع ايه حبيبي دي كانت وراها اسلوب طربوي جبار يعني انا بديله هو ممكن حتى يقولك انا عايزة بقى ظابط انا عايزة بقى دكتور هو ممكن ما يكونش قصد بس مجرد ما انت سألته وهو قالك كده خلاص ده بقى حلم عنده بتاعفى انت مثلا كوالية امر هده بقى عندك الفرصة سهلة جدا بدأ وعد الشكر حتى هو سؤال بطرنا ليه مش فاهم انا خلص حاجة اما ده كان موجود البرامج فين برامج الطفل في التلفزيون النهاردة راحت فين بما انكم برضو يعني يا ريت فين اغاني الطفل ده كان زمان فيه مطربين كتير جدا هي بص جيل التمانينات اللي هو احنا بتاعلي ده كان النهاية اللي انت بتكلم هم بيقوله دايما يعني انا اخويا موليد التسعينات او تسعينات يعني لو اول التسعينات لا حاجة يا لأ نصها فأحي فما فيش يعني اولاد اختي دلوقتي ما فيش حاجة اسمها تلفزيون اصلا كله على الايباد موضوع مش عارفة رايح لفين بسرعة هو انا بقى ما انا ما جذبتوش ما انا ما عملتلوش الانيميشن اللي حبه طب احنا حضرتكم عارفين ان احنا تاني دولة في العالم عملنا انيميشن كان عندنا حاجة اسمها مش مش افندي الناس ياريت تعمل اليوتيوب سرش عن مش مش افندي عندنا كارتون من 1934 تاني تجربة بعد مش مش افندي مش مش افندي ده ده تحفة يعني انا مش هادري اقولك على الجمال احنا عبقرة في الدبلاجة من طول عمرنا الصراحة يعني فاحنا يعني ودكتورة مونع ابو النصر والله ارحمها الصراحة كان لها تجربة حاولت كتير جدبا جدا ان الصراحة هم برا ده بقيت انت الكليم عن السلوك برا في فنلندا اللي هي كانت دولة رقم واحد في التعليم في 2015 قالت احنا ما عندناش هومورك ما عندناش امتحانات وخمس ساعات بس وخمس ساعات بالضبط وعندنا التعليم بالاغنية والتعليم باللعبة ولما بيدهم هومورك بيدوا هومورك الاهليهم احنا كده جدا عندنا الاهلي هي اللي بتحلي الواجب في البيت طب ما انا بقى ليه ما خليش الاهلي تمارس نشاط باكبرها عن نهاية تمارس نشاط يعني انا كلمنا النهاردة عن الاهرامات فتروح مع بابا تعمل سيرش هما برضو ليهم مصطلح جميل جدا انا حابة بقوله انا ليه قاعد احفاظك في كتاب قد كده هو وانت ممكن تقدر في 20 ثانية تجيب المعلومة من على الجوجب اللازم من الضغاية او ممكن تفرج على دوكيمنتري مدة ساعة بالضبط يديك كتاب يعني احنا فعلا يعني حابين جد اه اللي عجبني في الموضوع انه انتو مجموعة شباب بالتمويل ذاتي كل تمويل ذاتي وفكركوا كمان فك متجدد متطور ده اللي احنا محتاجين والاهم ان انتو عايزين تدو حاجة وتعبير حاجة احنا حلم ولجنا في رقابتنا مش هنسيبه خالص احنا عندنا قضية الطفل القضية المنسية في مصر مش هنسيبها ان شاء الله بإذن الله طيب محمد انا هشكرك وبنشكرك انا وحسام وخليني يقولك انت من النماذج اوقات حلو نستضيف ناس كتير بس انت من النماذج اللي حقيقي انا وعجبت بها جدا انا مشكل جدا لحضرتك حلوة واحنا محتاجين ده احنا عندنا حل المشكلة المياه وحل المشكلة الصحة احنا ممكن بقى نعمل لقاءات تاني زي ما حررتك وكلها افكار زي دي زي ديت اشترك يا محمد ونشهد حضرتكو على متابعتنا ونشوفك ان شاء الله بكرة انا حسان في حلقة جديدة من صباحة اشتركوا في القناة